كثيراً ما يطرح موضوع المقارنة في الإنتاج الفكري بين المشرق العربي ومغربها ورغم اختلاف بعض التوجهات والمرجعيات إلا أن القاسم المشترك بين هذه الشعوب انتماؤها لثقافة جامعة هي العربية الإسلامية ولفترة ليست بالبعيدة ظلت الريادة الفكرية حكراً على المشرق العربي في مصر والشام والعراق وأجزاء من الجزيرة العربية لكن المراقبة للحركة الفكرية يلحظ أن دول المغرب العربي شهدت تفوقاً كبيراً ونمواً في أعداد المفكرين ونتاجاتهم الفكرية حتى رجحت كفة بلاد المغرب العربي في مجالات الفكر والفلسفة والتأليف والترجمة ويرى مراقبون أن حركة التأليف والإنتاج الفكري عند علماء المشرق العربي باتت رهينة للأنظمة الاستبدادية والظروف القاسية التي تمر بها الشعوب العربية بسبب تأثير الحروب والاحتلال والمشاكل السياسية وأطماع الدول الإقليمية وفي ظل النهوض الفكري لعلماء المغرب العربي لا بد من الإشارة إلى أسماء عديدة على شاكلة محمد عابد الجابري وطاها عبد الرحمن وأبو يعرب المرزوق وغيرهم الكثير وتميزت بلدان المغرب العربي ثلاثة تونس والجزائر والمغرب خلال القرن الرابع عشر الهجرية العشرين الميلادي ببروز ثلاثة من أعلام الإصلاح فيها هم محمد الطاهر ابن عاشور وعبد الحميد ابن باديس وعلال الفاسي الذين تخرجوا من رحم المؤسسة التعليمية الأصيلة ممثلة في الزيتون والقرويين ومحضوا جميعا حياتهم من أجل النهوض بمجتمعاتهم سالكين سبلا متكاملة ومناهج متظافرة وإن تخالفت فيما بينهم ميادين العمل إلا أنهم اتفقوا جميعهم على إحياء الاجتهاد والتجديد وعلى تحرير مجتمعهم من مختلف مثبتات النهوضة والتحرر من الاستعمار والتخلف والجهل واتفقوا كلهم على إصلاح التربية والتعليم فأبلوا البلاء الحسن وعمد الشيخ ابن عاشور والأستاذ الفاسي إلى إصلاح القرويين والزيتون وأسس الشيخ ابن باديس مدارس ومعاهدة كانت لبنة الأساس للعلوم والمعرفة في المغرب العربي وقد بات واضحا أن الثقافة العربية المغاربية منذ نصف الثاني من القرن العشرين صنعت الحدثة وأثرت في الذائقة العربية في حقول الفكر والفلسفة والأدب شكرا